اليوم بدأ القضايا يعني يخطو خطوات نحو كشف حقيقة تونس مش حقيقة المحمد براهمي ولا الشكري بالعيد ولا غيرهم حقيقة تونس قام الأمين العام الاتحاد العام التونسي بالشغل حيا علي العريض من داخل المورنكية يوجه تحية للمعتقلين المورنكية المعتقلين المورنكية فيهم قتلت زوجي المعتقلين علي العريض من الذين تواطئوا في قتل زوجي يحييها نوردين طبوبي شو يحبه؟ اليوم تبنى حاجز بيننا وبين المنظمة هذه معناها بكة ولادي أنا عندي من الصبر أما بكة ولادي فهمتي؟ حسوا في أنفسهم اليوم بناتي بكل اللي سمعوا بنوردين الطيوء طبوبي يحيي سماهم معتقلين كأنهم معتقلين رأي علي العريض الإرهابي زعيم شبكة التسفير اللي وقت تقتل شكري بالعيد علي العريض وزير داخلية ووقت اللي تقتل محمد إبراهمي علي العريض رئيس حكومة هذه أنا نعتبرها خيانة لجماء الشهداء أو الحاجة وتم ضحك على البقون ضحكوا علينا طيلة السنوات اللي فاتوا وكان التضامن مع الشهداء كان أنهم يوقف واحد ويقرأ الفاتحة على ضريحه ولا يحط معناها بكة ورد ما كانش أنا لما نحن ولما صح صح الحق الاتحاد نقص في الضفة لأخي هي تم حاملة عالمية اليوم اسمها الحملة العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا وإحنا نعرف سوريا اللي عانت عشر سنين من حرب ظالمة مدمرة اليوم يجد يكمل عليها الزلزال ما معنى رفع الحصار عن سوريا يعني حتى تدخل لها المساعدات وتدخل لها الأدوية وتدخل لها معناها كل مستحقاتها الإنسانية ويرفع الحصار أيضا عن أموالها وغير ذلك يعني هذا ما طلبنا بها إحنا هذا طلب إنساني بينما نحن راه منذ قطع العلاقات مع سوريا ومنذ بداية الحرب على سوريا إحنا كنا دائما في صف الشعب السوري لأنها حرب ظالم عليه تآمرت فيها المنظمات الدولية وتآمرت فيها النظام الرسمي العربي وتآمرت فيها تونس معناها بشكل كبير برشة تذكروا 2012 مؤتمر سوريا طرد سوريا من الجامعة العربية طرد سوريا السفير السوري من تونس إغلاق السفرات اللي تم إغلاقها في العديد من البلدان العربية والعالمية في هذا الإطار إحنا جي وقفتنا هذه إحنا ندعو فيها الدولة التونسية أن تتحمل مسؤوليتها أكثر اليوم نحن مع رئيس واعد بالانتصار لقضايا الحق والتزم أن يرفع في مستوى العلاقات مع سوريا يعني هذا طلبنا واليوم الوقفة هذه أكثر من 20 دولة عبر العالم تحيي اليوم هذا التحرك هذا أن أرفع الحصار عن سوريا سيدتك في الكلمة اللي أعطيتها قبيلة حكيت عليه الاتحاد العام التونسي لشغل الاتحاد التونسي لشغل ديما منحاز إلى قضايا الحق ديما المرة هذه بالذات الاتحاد له منحاز للقضايا التونسية اليوم نلقوه في حلف العصبات ومسيرة اليوم دليل على ذلك ومعبر على حتى حركة تجاه ما يحدث في سوريا يعني يرضي الاتحاد السنوات السابقة في زمن حسين العباسي وكانت على الأقل تصير بعض التحركات وهذا إطلاقا اليوم إطلاقا كل حاجة لأنه شنوه إعادة العلاقات مع سوريا تخدش النهضة اليوم اتحاد الشغل كل حركة توجع النهضة ممشيش فيه والدليل انتهازي والدليل اليوم أنه الاتحاد يندد باللي بسمى الاعتقالات وكأنه كمال طيف سجين رأي وكأنه علي العريض نفذ وقفة احتجاجية نسبة كبيرة من المعتقلين هم تابعين اليوم الحزب حركة النهضة وتتعلق بهم تهمة اختيرة كما تأمر على أهم الدولة هو راهو تداخل فيها تداخل المشروع التخريبي تداخل فيها رجال الأعمال وحركة النهضة بشتفى مندي شعار هذه موجود اليوم الاتحاد يطالب بإطلاق صراحة اللي يعتبرهم بين ذفرين معتقلين يطالب على روحه هو هو يطالب على روحه وثم قضاء أعتقد أنه تعافى هذا القضاء اليوم يتعافى ولا ما معنى الناس نفذت فيهم جرائم قتل اغتيالات ما عندهم حتى حق وانهار تللي الناس اثبت عليهم التآمر على أمن الدولة ولا معتقلين ولا ينفذ معناها تحرك مثل اليوم ويتبرنا الاتحاد على نطاق كبير ماذا تفسر بوقف الاتحاد؟ والله ما نعرفش ما نحبش نقول الكلام يزيد يوجع بعض الوخيان أكثر أما هو هذا مسألة أنا أعتبرها خيانة لدماء الشهداء أو الحاجة وتم ضحك على الضقون ضحكوا علينا طيلة السنوات اللي فاتوا وكان التضامن مع الشهداء كان أنهم يوقف واحد ويقرأ الفاتحة على ظريحه ولا يحط معناها بوكي ورد ما كانش أنا لما نحن ولما صح صح الحق الاتحاد نجز في الضفة الأخرى شوفنا اليوم القاعدة الشعبية متع الاتحاد برشة يحكيوا عليه يقول لك نقصد نقصد هما نقصد هو نحن من قواعد الاتحاد لكن قيادة الاتحاد هي اللي ما كانتش في المستوى بصراحة يعني القيادة بكلها ما كانتش في المستوى بينما قواعد اتحاد الشغل هؤلاء اللي فينا هنا هم قواعد اتحاد الشغل فهمتين يعني الاتحاد روى متاعنا نحن ومتاع المناضلين ومتاع الشهداء واتحاد محمد علي الحامي واتحاد المقاومين الكبار واتحاد فرحات حشيد فرحات حشيد كان مقاوم ضد الاستعمار اليوم يمكن يمكن يعني لو احنا يجينا قوة اخرى اجنبية تحتلنا بالمنطق هذية متاع الاتحاد بش نلقوم على المحتل اليوم الشارع التونسي ينقى سمى الشقين شق يقول بالروح بالدم نفديق الاتحاد وشق ثاني يقول لابد من حل المنظومة كاتحاد ولابد من محاسب انتحاد حديث فارغة دي حل الاتحاد يعني هو مكسب للتونسي الكلة وهو منظمة عتيدة ومنظمة مناضلة لكن ثم حيف اليوم صار في الاتحاد وفي دور الاتحاد اليوم احنا مثلا الاتحاد منظورين نحسوا تخلى علينا احنا موظفين والعمال تخلى علينا الاتحاد اليوم مثلا انا في التعليم الابتدائي حالة اخرى واقع نقابة التعليم الاساسي معناها تخلت تماما رفعت يدها يعني وعود يلتزموا التزامات تسقط يتسقط الى اسفل القاع وبعد يقع التخلي عن هذه الالتزامات المشكل في الهيكل ولا في القيادة؟ المشكل في القيادة؟ القيادة سنوات الفارطة عشرية النهضة كان الاتحاد الشغل عنده نصيب من السلطة وعنده مراكز وعنده وعمل مؤتمر اصدقاء عفوا عمل اخذا جزء من جائزة نوبل وضاقوا العز وضاقوا الوزارات واخذوا وزارات واخذوا كتاب دولة واخذوا صفراء فهمتني واخذوا ملحقين وغير ذلك فهي مكاسب الى جانب انه ثم تغاضيم الدولة على انقلاب الفصل العشرين في جويل يولت عمناول سكت تعليه الدولة تعودوا بالتغاضي على الاخطاء فهمتني ما عادش ما عادش جاء رئيس اليوم ما يعرفش اللون الرمادي فهمتني فالحسم اللي حاسم بيه رئيس الدولة في هذه الملفات ما يريحش الاتحاد قيادة الاتحاد لذلك هون نزلوا اليوم في انتي راضي على الشعارات اليوم اللي رفحها الاتحاد؟ والله ما عنديش فكرة انا شنية اما انا علمت انه نوردين طبوبي وجه تحية الى معتقلية المرنجية للأسف المعتقلية المرنجية فيهم قتلت زوجي المعتقلين علي العريض من الذين تواطئوا في قتل زوجي يحييها نوردين طبوبي شو يحب؟ اليوم تبنى حاجز بيننا وبين المنظمة هذه احنا كعائلات شهداء وانا نعرف موقف بقية عائلات شهداء يعني اليوم جدا اثر جدا جدا اثر فيها اليوم انه يوجه تحية للمعتقلين الفلمرنجية معناها بكة ولادي انا عندي من الصبر اما بكة ولادي فهمتي؟ حسوا في انفسهم اليوم بناتي بكل وقت اللي سمعوا بنوردين الطبوبي يحيي سماهم معتقلين كأنهم معتقلين رأيي علي العريض الارهابي زعيم شبكة التسفير اللي وقت تقتل شكري بالعيد علي العريض وزير داخلية ووقت اللي تقتل محمد ابراهامي علي العريض رئيس حكومة اليوم بدأ القضايا يعني يخطو خطوات نحو كشف حقيقة تونس ليس حقيقة محمد ابراهامي ولا شكري بالعيد ولا غيرهم حقيقة تونس قام الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حيا علي العريض من داخل المرنجية إصابة التنظيم العالم للإخوان المسلمين هنا في تونس حركة النهضة عندما كانت تؤجر الحافلات وتؤجر الأشخاص وتشتري الأصوات وتشتري الإرادة أين هؤلاء من شعر يقبع منذ سنوات تحت عرب عالمية جهنمية رهيبة أين هؤلاء من ضحايا السلسان الذين يعدون برئات الآلاف أين هم من حقوق الإنسان أين المنظمات أين الاتحاد العام التونسي للشغل أم تراه يحيي الإرهابيين ورجال الأعمال الفاسدين في المرنجية أين هؤلاء أين منظمات حقوق الإنسان في تونس أليسوا أناسا هؤلاء الذين بدأنا نحن بالحرب عليهم تذكرون أيها الإخوة مؤتمر أصدقاء سوريا في 2012 في بريد 2012 عندما نظم التنظيم العالمي لإخوات المسلمين مؤتمرًا هنا برعاية غير المأسوف عليه العميل منصف المرسوفي اللص هذا عمل مؤتمر أصدقاء سوريا هنا وأطلقوا العدوان والحرب العالمية على الشعب السوري هؤلاء لا يمكن أن يهتز لهم جفن اليوم وألاف السوريين تحت الأنقاط وين التبرعات وين الفلوس وين في الاتحاد الشرق وين الفلوس المنظمات وين الفلوس اللي خلاوة اللي خلاوة جايز التوب للسلام وينهم أم أنهم أم أنهم يتظاهرون أسفاً على رجال الأعمال الموقفين اليوم المتآمرين على أمن دولة التونسية اليوم اليوم أيها الإخوة الكرام نقف اليوم في أول سلسلة من تحركات الحملة العالمية لكسر الخصار عن سوريا كسر الخصار لا يكون إلا بالأحرار وكسر الخصار لا يكون إلا بمزيد من الضغط من أجل إعادة الأمور إلى نصابها من أجل أن تعود السفراء السوريون عالقون في تونس يجدون صعوبة كبيرة في أوراقهم وهوياتهم وتوانسة عالقون في سوريا وهذا حقهم واليوم أحلوا بصدد مرحلة جديدة قطعت مع الحقبة الماضية لكسر ورئيس الدولة اليوم التزم أن يعيد العلاقات مع سوريا وذكر بلسانه أنه سيرفع التمثيل الديبلوماسي اليوم ترفيع تمثيل الديبلوماسي يجب أن يكون بإعادة السفير السوري إلى هنا وإعادة تنصيب سفير تونس في دمشق غيرها نحن تعودنا على هذه التحركات وعلى هذه الوقفات في مواجهة نظام عميل انتهى ويجب أن تغلق سفحته تماما لتعود هذه العلاقات الطبيعية التي تآمر عليها التنظيم العالمي لإخوان المسلمين ترجمة نانسي قنقر